فوضى يعاني منها العراق منذ عام 2003 خلفت تراكمات ومشاكل سياسية وتخلفا في القوانين لخدمة المواطن وقلة في التشريعات مرحلة جديدة مقبل عليها العراق لكنها على ما يبدو صعبة جدا ابتدأت بتزوير الانتخابات وحرق أصوات الناخبين نهيك عن تصاعد الخروقات الأمنية وتفشي السلاح المنفلت وعجز الحكومة عن مكافحة ذلك رغم تأكيدات رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن الجماعات المسلحة تهدد الدولة ولفت مراقبون إلى خطورة تنامي نشاط العصابات المسلحة المحمية من العقاب في الفترة الأخيرة وأخيرها الاشتباكات التي حصلت وسط بغداد بين المسلحين والقوات الأمنية بعد سرقة سيارة أحد المواطنين والاشتباك داخل مدينة صدر مؤكدين أن أداء الأجهزة الأمنية ما زال ضعيفا أمام سطوة الصلاح المنفلت ورغم كل هذا التدهور لازال البرلمان يحاول تمديد لنفسه لمدة ثلاثة أشهر وصل انقسام الكتل السياسية حول مقترح قانون تمديد عمر البرلمان الحالي ليعتبر نواب موافقة المحكمة الاتحادية على القانون ستحمل بلاد من الفراغ الدستوري قانونيون وصفوا مشروع تمديد عمر البرلمان بأنه انقلاب برلماني مماثل للانقلاب العسكري مخالفة دستورية صريحة ولعدد من أحكام الدستور مقترح القانون لم يوقف التفاوض والحوار بين الأحزاب والكتل السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر ليؤكد السياسيون أن التحالفات التي يجري الإعلان عنها إنما هي نوع من التعبير عن الارتباك في المشهد السياسي بسبب عدم وضوح الخارطة السياسية التي عادت للصفاف الطائفي بعد أن كان الحديث عن الكتل العابرة للطائفية والعرقية هو طاغ خلال مرحلة ما قبل الانتخابات ليبقى منصب رئيس الوزراء والحصص الوزرية وإنقاذ بعض الخاسرين بإجراءات العد والفرز اليدوي هي الفيصل في تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة